يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشي بجعلكم بمقطع جديد من الفرق اليوم رجعنا لكم بمقطع كروي جديد زي ما انتم عارفين انا احبش اسمه كورا وكنت في طريق الاحتراف برشلونة بس بدايتي ما كانت كويسة معنا هذا الربيع اللي ما دفعه جاره الملعب المهم انه زي ما قلت لكم انه المقطع اليوم مقطع كروي واذا جينا بنتكلم عن كورا في اليوتيوب ما في افضل من فارس الحميد الانسان هذا بصراحة يعجبني مقاطع ويستاهل كل الدعم وقبل شي انزل المقطع هو ايل عم باره في المدرسة مع الطلاب ضد المدرسين وبرضهم سوي السحب على خمسة وعشرين كورت نايك مرة واحدة في مقطع واحد يعني مرة لا يفوتكم وتلقوا الرابط في الوصف تحت المهم انه قبلها نزل مقاطع عجبتني بصراحة وحبيت اشاركها معاكم اول مقطع اسمه يومي بالدقدق ماشاء الله تبارك الله الحركة الحالة الشي وشغل الكاميرا الشي ثاني الشي اللي برضو لاحظته في مقاطع فارس انه تحريك الكاميرا ماهو عادي تحريك الكاميرا احترافي الصح يا رجال هذا قل شي اقدر اقوله ركزوا في تحريك الكاميرا المرة دي موسيقى والحركة اللي سواها بعد اللق تضيح حركة خطيرة وما انصح اي احد يسويها بصراحة لانه اقل غلطة لا قدر الله يمكن توديك في داهية موسيقى موسيقى والحركة اللي بعدها حركة جديدة وما قد شفت اي احد يسويها وبرضو في ناس كثير بيحسبوها سهلة لانه شاتها من قريب بس نيوتين ما بيتفق مع الكلام ذا لانه زي ما انتم شايفين السيارة متحركة بسرعة مدركة معقدة في الساعة وسرعة الهوى والرياح برضو تأثر في الموضوع وقانون نيوتين يقول ان الميكانيكا الرياح في الزمن والتناسبة المئوية يساوي اكسات سبعة سين يعني يبغى لك تشوت الكورة بسرعة معينة وزاوية معينة عشان تجيبها فهدف متحرك فين استاذ الفيزي اللي قل لي ما منك فايدة المقطع اللي بعده مقطع اسمه اول مباراة على اليوتيوب وبنتفرج مع بعض على كم لقطة من المباراة دي زي ما انتو شايفين هنا قاعدين يسووا التكسيمة واللي يلعب كورة بيعرفوا انه اللي يعرف يلعب دايما يختاروا اول واحد زي ما اختاروا فارس هنا وبصراحة انا كان يختاروني اخر واحد فينا هذا الربيع مدري ليش بس هم الخسرانين يا رجال زي ما انتو شايفين هنا اخونا في الله حاول انه يقطع الكورة على طريقة المدافع ذاك اللي في كابتن ماجد بس ما صبطت معه وبرضو تقدر تشوف ملامح الخيبة والحزن في وجهه اه دا حدا مو نفسه اللي سوا حركة كابتن ماجد بس ما صبطت معه الا والله نفسه المرضي تقدر تشوف ملامح الندم من ظله يا رجال وخلونا احاول افسر لكم اللي قاعد يفكر فيه لا حول ولا قوة الا بالله انا ايش خلاني اجي اليوم انا ايش طلعني من البيت اصلا موسيقى اذا فست انا تعشيني الكلام ذا ولا التحدي ذا بتندم عليه زي ما انا دايما اندم لما اسويه ودائما خليني اشره اننا الملعب قبل ما تخلص المبارة بخمس دقائق لاني دايما نخسر يا لن تحفظ المثل المعروف اللي يقول لا تتحدى احدا بالعشاء عشان لا تطفر المثل ذا قديم ولقيته مكتوب في احد الكتب التاريخية نكمل زي ما انتم شايفين الفريق المنافس بدى يفقد الامل وبدى يستخدم استراتيجية الختلة استراتيجية الختلة ذي دايما يستخدموها اللي يفقدوا الامل ويعرفوا ان مصيرهم الخسارة لا محالة وطريقة الاستراتيجية ذي سهلة جدا وهي انك تشوت الكورة بعد ما تسنتر على طول وتحاول تجيب هدف سقاطي ودائما ما تزبط للأسف واسأله مجرب المهم انه زي ما قلت لكم ان فارس منزل مقطع مبارة في المدرسة مع الطلاب ضد المدرسين وبرضو مسوي سحب على 25 كورة نايك واللي هو حلو من هذا الربيع ادخلوا المقطع ودوروا حساباتنا هذا الربيع في التعلاقات انا متأكد انكم هتلقون يشاركوا في السحب استغفر الله العظيم المهم تلقوا رابطة المقطع في الدسكريبشن تحت ونشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله PEACE